اشتركوا في القناة بمشاركة نخبة متميزة من العلماء وقادة الرأي والفكر في العالم الإسلامي والمرجعيات العلمية والفكرية للجاليات الإسلامية وبحضور ألف ومئتين شخصية من مفتي العالم الإسلامي وعلمائه ودعاته ومفكريه من مئة وسبعة وعشرين دولة وثمانية وعشرين مذهبا وطائفة يمثلون المكون الإسلامي العام ونوه المؤتمرون في ختام أعمالهم بأهمية مخرجات المؤتمر مؤكدين أنها تمثل وثيقة مهمة بالنسبة لجمعهم التاريخي الاستثنائي في أطهر بقاع الأرض فما أبرز مخرجات مؤتمر الوحدة الإسلامية ومخاطر التصنيف والإقصاء الذي انعقد في مكة المكرمة وما أهمية هذا المؤتمر في ظل الأوضاع المأساوية التي تعيشها الأمة الإسلامية في العديد من جوانبها وكيف يمكن أن تؤثر مثل هذه المؤتمرات على واقع الدول الإسلامية والشعوب مؤتمر الوحدة الإسلامية ومخاطر التصنيف والإقصاء موضوع حديثنا ونقاشنا لهذه الليلة وتغطيتنا من برنامج مستقبل وطن وهذا الموضوع أناقشه هنا مع ضيفي القاضي الدكتور محمد أحمد الوزير الوقشي أستاذ الفقه وأصوله في جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في اليمن عضو الوفد أو عضو وفد بلادنا المشارك في هذا المؤتمر معاني القاضي الدكتور أهلا وسهلا أهلا ومرحبا حياكم الله أنا سعيد أنك معنا اليوم لمناقشة هذا الموضوع الأهم وأنا سعيد أيضا بزيارتك لنا هنا في استوديوهات قناة سهيل ومقدمك من مارب تحية لك ولكل أهلا في مارب يا اللهي باركيك سلمك وعافي سنناقش جوانب مختلفة من هذا المؤتمر وأهميته والحضور والأفكار التي طرحت خصوصا أفكار مهمة تتحدث عن الوحدة مخاطر التصنيف والإقصاء سنتحدث أيضا عن المشروع أو ورقة العمل التي تقدمت بها أيضا في هذا المؤتمر المؤتمر العالم فوجد التلحيب بك ودعنا نخرج لمشاهدة ومتابعة هذا التقرير الذي عده الزملاء مشكورين ثم نكمل حوارنا تحت شعار الوحدة الإسلامية مخاطر التصنيف والإقصاء تعزيز مفاهم الدولة الوطنية وقيمها المشتركة عقدت رابطة العالم الإسلامي مؤتمرا عالميا في مكة المكرمة يومي الأربعة والخميس من الأسبوع الماضي المؤتمر الذي انعقد برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز شاركت فيه وفقا للرابطة 1200 شخصية إسلامية من قرابة 127 دولة ورأس وفد اليمن فيه وزير الأوقاف الدكتور أحمد زبين عطية رسالة المؤتمر كما تذكرها الرابطة تعزيز مبدأ الاعتصام بالاسم الجامع الذي سمى الله المسلمين به والتسامي على المسميات الضيقة وفي إطار الرسالة العامة تأتي ضمن الأهداف جمع كلمة العلماء والدعاة والمفكرين المسلمين وتقريب وجهات النظر بينهم تعزيز الوعي بأهمية نشر قيم الوسطية اقتراح مبادرات عملية تتصدى لمشاريع العداء والكرهية إيجاد قنوات للتواصل وبناء جسور الثقة بين أتباع المذاهب الإسلامية التأكيد على الوحدة الإسلامية مد جسور الثقة والتفاهم والتبادل مع الآخر المتحدثون في المؤتمر جاءت كلمتهم ضمن محاور أربعة شملت الوحدة الإسلامية الجامعة المسلمون وثقافة الاختلاف معوقات الوحدة الإسلامية نحو وحدة إسلامية فاعلة المؤتمر وفقا لوزير الأوقاف الدكتور أحمد عطية يأتي في ظل مرحلة عصيبة تعيشها الأمة مرحلة تستدعي نبذ الخلافات الحزبية والفكرية والطائفية والتوحد على الثوابت والمسلمات فهل يذهب المؤتمر حدثا ومخرجات بهذا الاتجاه فعلا أمنية ضمن أمنيات أمة تكاثرت عليها المنايا وتباطأت عنها الأمنيات شكرا لزميل والزملاء الذين أعدوا لنا هذا التقرير وأجدد ترحبي بضيفي هنا في الاستوديو القاضي الدكتور محمد أحمد الوزير الوقت شيء أستاذ الفقه وأصوله في جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في اليمن عضو وفد بلادنا المشارك في مؤتمر الوحدة الإسلامية ومخاطر التصنيف والإقصاء الذي نسلط عليه الضوء اليوم أجدد ترحبي بك معالي الشيخ القاضي أعطينا مشكورا أولا نبذة وللمشاهد عن هذا المؤتمر وحضوره ويعني أهم بيته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأهمية هذا المؤتمر يعني تظهر من العنوان بشكل واضح فيعني يكون عنوان المؤتمر الوحدة الإسلامية ومخاطر التصنيف والإقصاء باعتبار التصنيف والإقصاء سبب من أسباب العائقة والمعيقة أو تحدي كبير من التحديات التي تمنع من الوحدة الإسلامية والكلام على الوحدة الإسلام من حيث هو وهذا المؤتمر طبعا برعاية الملك سلمان يعني خادم الحرمين الشريفين تحت رعايته وحضر بالنيابة عنه وألقى كلمة بالنيابة عنه أمير منطقة مكة خالد الفيصل يعني وحضر فيه يكاد يكون أغلب الدول العربية والإسلامية الممثلين الرسميين يعني المفتين الحيئات المنظمة يعني ما يتعلق بالجانب الدعوي والفكري ما يتعلق بالجانب الإفتاء والجانب العلمي بشكل عام وكذلك الذي في الجاليات يعني استدعوا كثير من الجاليات في أوروبا وفي أمريكا وفي غيرها وكانت في الحقيقة مؤتمر يكاد يكون جمهرة جمهرة كبيرة جدا يشبه مظاهرة لما تجمع ألف ومئتي عالم حقيقة يعني علماء من كافة الأصناف والأشكال والطوائف والطوائف المتباين يعني يعني أن تأتي جميع النوعين سنة وشيعة والشيعة بكافة أطيافهم والسنة بكافة مذاهبهم بكافة مذاهبهم وأطيافهم وأرائهم إلى آخر لكن المركز فيه أنه حتى الشيعة يعني مع أنه يعني الموقف الوضع السياسي يعني متأزم في هذا الجانب إلا أنه حضروا اثناء عشرية يعني زيدية حضروا دروز يعني بكل أطيافهم حتى هم طوائف يعني حتى هذه الفرق هي مقسمة إلى طوائف عدة حضروا ممثلين من جميع من جميع الأطوائف حدثنا عن 28 مذهبا وطائف نعم وهذه بادرة جيدة يعني وكأن العنوان مخاطر التصنيف والإقصاء هو الذي دفع لمثل هذا الاجتماع بالشكل الكبير فعلا في الحقيقة في كثير من المؤتمرات على عموم العالم العربي والإسلامي يعني هناك إقصاء وتهميش بسبب التصنيف لكثير من الطوائف يعني وكثير من المذهب مثلا لم يكن يلتفت لحاجة اسمها مذهب زيبي أو حتى علماء ممثلون أو درسوا دراسة حتى لا نقول متعصبون في هذا الجانب مثلا متخصصين أو دارسين في هذا الجانب إلا هذا المرة يعني يعني مرة وحيدة يستدعى باعتبار شخصيات من اليمن ومن المناطق الشمالية ممن درست أو كانت على الطلاع واسع وجيد للمذهب الزيدي وأنا كنت من ضمن الذي يستدعوه باعتبار الممثلين باعتبار الدراسة والتخصص أنني درست في الجامعة في قسم المذهب الزيدي وشاركت في معلمة يعني مشروع معلمة زي للقوعدة الفقيية والأصولية وقد طبع في حوالي أربعين مجلد طبعا مع الفارس والكذا يجي واحد واربعين مع السيديهات والآخر فكنت أنا في خبر ما يتعلق بالمذهب الزيدي باعتبار الدراسة والتخصص والبحث حقي الذي كانت في الماجسير وفي الدكتورة وفي غيرها كانت تتعلق بفق مقارنة مع انفرادات الزيدية الهادوية عن المذهب الأربعاش الفقهية خاصة نظر فقهي بغض النظر عن النظر الفكري والنظر السياسي لأن المذهب الزيدي مذهب واسع يعني به جزء من المذهب فقهي جاري على طريقة المذهب الإسلامية وآراء قريبة جدا مع آراء المذهب الإسلامية لكن هناك بأهل الشق بمذهب فكري ومذهب سياسي طبعا وهذا الذي قد يوجد فيه الإشكالات ومن ضمن الإشكالات الحادثة فاليوم بسبب بعض الفكر السياسي الذي هو موجود للمذهب الزيدي باعتباره مذهب دولة ومذهب كان الدولة قائمة عليه فبالشق منه فكري وبالشق منه السياسي وبالشق منه مذهبي كشي علمي فأنا بالنسبة لي حضرت باعتبار أنه يعني من ضمن ممثلي المذهب الزيدي باعتبار الدراسة والبحوث والتدريس الذي درست في قسم المذهب الزيدي بجامعة الإيمان أنا كنت نوى القاضي العمراني حتى أنا علمت أن هناك كانت دعوة للقاضي العمراني بهذا الجانب إلا أن ظروفها الصحية حالت دون حضوره وحضر في الحقيقة يعني ممثلي وزارات حتى على مستوى الدول وكان فيه تركيز بشكل واضح من خلال الكلمات التي ألقيت يعني مصر الباكستان الإمارات السعودية بشكل أجلى في الحقيقة هم جاءوا من كل الدول حتى الجاليات هنا الحديث حتى الجاليات جي من كلها لكن من خلال الكلمات التي كانت ألقيتها التي كانت بين الجلسات كانت بارس فيها شخصيات تمثل هذا الجهاب بشكل واسع واضح ويعني يتكلموا فيها بشكل كبير وأهمية هذا المؤتمر تنطلق من أن في الحقيقة الأمة الإسلامية موزعة ومقسمة وهذا أعظم المآسي أو المشاكل جاريها الآن بسبب التمزق والتشتت والتفرق الذي عليها الأمة الإسلامية هذا الوحدة الأمة الإسلامية من الواجبات الشرعية الضخمة جدا والذي وردت فيها نصوص ثابتة يعني مثل قول الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فجاء فيها الأمر بالأمر وبالنه أمر بالاعتصام ونهي عن الإفتراب وكل أسباب الإفتراب وعندما يقول الله سبحانه وتعالى وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فعبدون فهذا أنتم أمة واحدة وربكم واحد وخاصة ما بين الأمة الإسلامية وهذا من الأشياء الإشكالات العجيبة الموجودة أن الأمة الإسلامية لديها من المشتركات عوامل الوحدة فلغتهم واحدة يعني أول دينهم واحد خاصة الأمة العربية والإسلامية وخاصة من دول الوحدة الإسلامية فتشمل الأمة العربية والإسلامية يعني دينهم واحد بالنسبة للعالم العربي يعني لغتهم واحدة يعني هم النسبة الكبيرة من العالم الإسلامي الموجود يعني هناك عوامل توحد القرآن واحد يعني السنة في الجملة واحدة يعني الإنطباط حول إشهادة أن لا إلى أن الله محمد رسول للجميع الناس شيء واحد هناك مشتركات يعني لما تحاول أنك تحصيها وإن كانت هناك قدمت بحوث في المؤتمر على المشتركات هي كانت في الحقيقة ذكرها أن المشتركات بين المذاهب والطواف التي تمثل قواسم مشتركة بينها لكنها في الحقيقة هي أنا في نظره أصول أصول المشتركات مثلا أن مرجعية مثلا من ضمن هذا أن مرجعية الناس للقرآن مرجعية جميع المسلمين للقرآن هذا عامل من عامل التوحد لكن مفردات ما في القرآن مما هو متفق عليه من مفاهيم ورؤى وأفكار يعني ومبادئ وقيم كثيرة جدا خاصة النصوص الصريحة يعني السنة النبوية بغض النظر بعد أن يختلفوا يعني من مصادر السنة المأخوذة عنها لكن جميع الطواف يرون أن والناس والمذاهب والطرق وإلى آخره يرون أن السنة هذا مصدر رئيس وأساس يستقى منه التشريء باعتبار أن الله سبحانه وتعالى رشاد إليه لقد كان لكم في رسول الله جميع الطواف فعلا جميع الطواف قد يختلفوا في المصادر وهذا التستدعي أنه الجمع مثلا تجمع من النصوص في القرآن ما هي محل من حيث القرآن هو واحد لكن من حيث مفاهيم الدلالات يختلفوا الناس تختلف حتى الطواف والمذاهب بالنسبة للقرآن بالنسبة للسنة لا تنظر إليها من ناحية مصدر من حيث المصدر هم يختلفوا الآن أنت الآن تقول أنه أنا مصدري البخاري ومسلم وهذا يقول أنا مصدري الكافي وهذا يقول أنا مصدري مسنة زيت لكنهم في الجملة تنسب سنة تنسب إلى أنها سنة يعني هو في نظرته ومن ضمن كتبه يقول قال رسول الله صحيح ويرى أنه عندنا إلى مرجعياته كل واحد إلى مرجعياته إذا ثبت أنه قال رسول الله أنه كلام رسول الله هذا يحتجبه هذا هو المعنى وهناك أفكار بالإمكان أنه يطرح مسألة كيفية جمع الأحاديث خاصة الأحاديث التي تختلف باختلاف مصادرها التي هي محل اتفاق وهي نسبة كبيرة جدا وأنا أذكر مثلا على جهة المثال هناك من علماء الزيدية صارم الدين إبراهي بن محمد الوزير معه كتاب اسمها الفلك الدوار هذا الكتاب كانت فكرة الجنب بين الأحاديث الواردة في كتب الحديث المشهورة وكتب الزيدية طبعا نسبة اشتراك كثيرة جدا من الأحاديث الموجودة في كتب السنة هي نفسها موجودة عند الزيدية لكن لا شك أنها في كتب الحديث باعتبارها يعني يعني مثلا نقول مصادر علوم متخصصة لا علاقة لها بالمذهب لا علاقة لها بالمذهب إلا كل المذهب أكيد أنه عندها سعة وثراء من حيث الروايات والطرق والشواهد والمتابعات أو سعة وأكثر لكن في الجملة أنا أريد يعني من حيث المبدأ النس كلهم مرجع كلام الله مرجع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن اختلفوا بعدها طبعا ذكروا مصادر لكن الواقع أننا نحتاج إلى أكثر من مصادر إلى أكثر من أصول بالضبط وطبعا الآن مثلا أصول المقاصد المقاصد الشرعية تكاد تكون القواعد الفقهية مثلا من ضمن المعلمة الزايد للقواعد الفقهية كانت هناك طلب بحث بحوث ودراسات موجودة من المذهب الاثنى عشر وغيرها والأباضي وغيرها في الحقيقة القواعد الفقهية الكلية القواعد الفقهية الكلية والفروح حكها الذي تتعلق بالقواعد يمكن أن خمس قواعد جمعها بعضهم ضرر يزال وعادة قد حكمت وكذل ما شقة تجلو التسيرة والشك لا ترفع به متأقنة والنية تخلص انقصت أمور هذا يعني نظم يشير إلى القواعد الخمس الضرر يزال العادة محكمة اليقين لا يزول بالشك الأمور بمقاصدها والنية الأمور بمقاصدها ما يتعلق بالنية والعادة محكمة فهذا جملة القواعد تكاد تكون هذا الخمسة الكلي متفق عليها جملة المقاصد هذه حفظ الأديان حفظ النفس ثم حفظ العقل ثم حفظ العرض ثم حفظ العقل ثم حفظ المال وما يعني باعتبارها ضروريات وما يتعلق بها من مكملات التي هي الحاجيات وما يتعلق بالتحسينيات جملتها طبعا متفق عليها سنتجد توافق كبير بينها بغض النظر بعدها عن الخلاف في القضايا الجزئية الفروعية ستكون يسير جدا طبعا أن توسع دائرة دائرة المشتركات وهذا الذي يعني يحب أن ينطلق منه أنه ينطلق الناس لأجلهم يصلوا إلى وحده من دائرة المتفق عليها هذه المشكلة فكرية موجودة عندنا في العالم العربي الإسلامي أنه أول ما يقابلك يقول لك ما هو موقفك من مواطن الخلاف يبدأ من أسفل يعني من أدنى الفروع وهي جزئية وقليلة ولكن لو جمعت لو أننا نطلقنا مثلا كأمة عربية وإسلامية من المشتركات من المتفق عليه من هذا الأصول الذي عند الكل سنحلحل مسألة الفروع وسنتقبل فيها الخلاف وسنكون نفعل عام الاشتراك يعني نخذها مثلا كتجرب نشوف مثلا أوروبا فعلوا الاتحاد الأوروبي طبعا مع أنهم دول تختلف لغاتها يعني بهذا اللغة الإلبانية غير اللغة الفرنسية غير اللغة البريطانية يعني كل واحد مع اللغة وتختلف مذاهبها بروتستان يعني وغيرها من المذاهب يعني ويهود يعني ويهود بمذاهبها مثلا النصارى بطرقهم مذاهبهم ويدخل فيها جميع الأديان مع ذلك يعني نسبة الاتفاق يمكن ما يصلش إلى 10% 15% والجغرافية على رأسها أيها أوروبا بالضبط 20% خليها طبعا وفعلوا وحده والآن بيتجهوا يعني بتعزيز هذا العمل مع أنها دولة قوية دول كبرى ودول قوية أحنا دول ضعيفة الذي احنا نستدعي أن نجتمع لأجل أن نكون قوة ولدينا مشتركات كبيرة ولدينا مشتركات واسعة جدا بس أيش مشكلتنا نختلف الفرعيات وإيش وأننا عندما نأتينا تحاور ولا نتناقش ولا نجتمع نبدأ نتناقش في المختلف ما نقومش نقول بيننا مشتركات واحد اثنين لما تفسر دائرة الاتساع المشترك تبدأ بخية الجزئيات الخلاف يسير تصير تفعل عملية حص ويمكن أن يوجد وجه تقارب ولو نسبي لأجل يكون عامل من عوامل وجود وحدة إسلامية طيب دكتور محمد المؤتمر بعنوان الوحدة الإسلامية وقد ربما أشرت إليها ومخاطر التصنيف والإقصع التصنيف ربما شيء طبيعي التصنيف ووزعت الدعوات إلى الحاضرين بناء على تصنيفاتهم أين المخاطر في هذا؟ نعم طبعا التصنيف إذا كان المقصود بمثل ما يقال الأوسل الخزرج اليمن السعودية يعني مصر أسماء الدول باعتبارها جغرافية هو يشير إلى قول الله سبحانه وتعالى واجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا فإذا نسب إلى البلد إلى الجهة إلى ما ليست مصدر مصادر التصنيف وإن كان في الواقع يعني آثار التكسيم التكسيم حتى السياسي إلى الدول العربية الإسلامية هو بسبب الاستعمار الذي حدث يعني هو مشكلة من المشاكل وهي تحتاج إلى حل وهي من ضمن التحديات الكبيرة الذي أمام الأمة الإسلامية ينبغي عليهم أن يتجاوزوها يعني يخذوه هذا في حسابهم لكن مثلا بالنسب لكن بلا شكل تصل على علاقة له بالدول بالنسبة للمذاهب وغيرها طبعا أن توجد مثلا نقول هذا بالنظر إلى الجماعات أو مثلا إلى المذاهب زيدي شافعي حنفي حنبي أمر واقع أمر واقع لكن عد أمر طيب هي في الحقيقة مثلا المذاهب هي مدارس فقهية وإنما المشكلة فيها في التعصب وهو هذا معنى التصنيف أنني أبدأ أصنف منحرف ضال وأنه ينبغي أن أتخذ من الموقف أدائي وأنني أحاول أني أتجاوز أو أحاول أحتكر أنه ما حق إلا أنا وأبدأ أنا المحور الأساس يعني أنا نقضة الارتكاز وأقيس الناس قربهم وبعدهم بالنسبة إلي وأصنف نفسي أنني جماعة المسلمين أنا والفرقة الناجية وأن ما عداهم هؤلاء ليسوا ليسوا ناجين وهم جر الضالين وأنهم يعني 72 فرقة هالكا ما ناجي إلا أنا إذن التصنيف ليست مسميات ليست المسميات وإنما اتخذ مواقف بناء على هذه المسميات وفي نفس الوقت اتخاذ موقف العداء ترتيب الولاء والبراء على هذا الشخص فعلا عملية ولاء وبراء لجهة معينة وأنا كنت أتمنى طبعا مع دخولها في هذا أنه حتى الجماعات الإسلامية حتى الجماعات يعني بالطوائف وفرق ومذاهب وكذا وجماعات السلفية التبليغ السوفية الإخوان إلى آخره يعني جميع الطرق ففي الحقيقة هذه موجودة طيب هناك عوامل مشتركة موجودة بين الجميع يعني أنا لا يمكن والأمة الإسلامية بهذه شرائحها أفعلها عملية توحد ما لم يكن أنا أكون لا يوجد عندي موقف إقصائي إقصائي موقف عدائي من هذه سواء جماعات ولا مذاهب ولا طوائف ولا فرق ولا غيرها بحيث يعني كل جهة تبدأ تصنف الناس بالنسبة إلي أنا وأننا أنا جماعة المسلمين لكنني أقول أنه أنا جماعة من المسلمين أنا طائفة من طوائف المسلمين ومعنا إطار جامع وهو المسلمون نحن كلنا مسلمين ولو يتأمل الإنسان سيجد أن هذه طرأة سبل في الواقع وخلاف سياسي لها ارتباطات سياسية سياسية خلافات سياسية وإلا مثلا إلى الجيل الأول وهو يعني جيل الصحابة والتابعين وذي خير القرون الذي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن توجد هذه التصنيفات لا يوجد واحد لا سني ولا شيعي ولا حنبلي ولا حنفي لا بأس أن هذه التصنيف أو المفردات أو كمدارس مدارس يعني لو نفعلها عملية تشبيه شوف مثلا في اللغة الإنجليزية مثلا الطريقة الفريطانية الطريقة الأمريكية يعني أو المناهج والبرامج التي تؤدي إليه تكسب معالمنا دعني أتفرع إلى نقطة أخرى يمكن إلغاءها ما هي هذه مدارس المذاهب لأنه هنا الآن بدأت أصوات شابة تظهر بأن هذا التراث الكبير والمدارس الفقهية والمسميات المختلفة عكست نظرة يعني سلبية عن الإسلام بتاع الصباتها وخلافاتها وجعلت الناس ربما يبتعدون عن أصل ومنبع الإسلام الذي هو القرآن والسنة يعني على البداية التي بدأها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عهد الصحابة هناك سنة يعني تكاد تكون موجودة وأشار إليها القرآن الكريم ولا يزال المختلفين إلا ما رحمه ربه هناك يعني شيء طبيعي الناس تختلف آراءهم تختلف طروحاتهم حتى في المذاهب يعني خاصة بإعتبار التخصص يعني الآراء والمذاهب الفقهية هناك ملابسات يعني أنا في اعتقادي في الجملة أن الخلاف الفقهي لم يكون خلافا من حيث المصادر والخلاف من حيث الواقع فهم الإسقاط تقصد أيوة تنزيل الأحكام أنا في تنزيل الأحكام أراعي فيها الظرف الزمان المكان القدرة الاستطاعة يعني ما هو موجود كل صاحب مذهب كان يراعي وضعه ويفتي بما يحقق مقصود الشرع وما هو روح المقصود الشريعة وعلى كل واحد يعني واقع يختلف عن واقع ولذلك مثلا اختلفت آراء الشافعي بين القديم والجديد وهناك مثلا خلاف بين تلاميذ محمد بن الحسن وأبي يوسف مع شيخهم أبي حنيفة وستجد حتى يعني الشيء العجيب أنه العلماء الكبار الذي طالت أعمارهم طالت أعمارهم وكانوا شخصية بارزة مثلا في اليمن مثلا الإمام الشوكاني رحمه الله فآراء كانت فينا الأوطار تختلف عن آراء فسيال الجر يعني إذا كان عامل العمر والفترة الزمنية ما بين عشرين إلى ثلاث سنة يعني يعيش صنع تغيره بسبب تغيرات تتعلق بالواقع تغيرت آراء طيب فالحقيقة ليست آراء متعارضة في الواقع يعني بالنظر إلى الشرع هي متعارضة لملاحظة كل عالم في تنزيل الأحكام ملابسة الواقع الذي يعيش فيه أو الظرف الذي يعيش فيه فهذا الذي ينبغي نحن نبريكه طيب لديهم ربما طبعا أنت الآن لما مثلا تجي لعند الأشخاص صديقي يقول لك الترتيح هذا تراث أنت ممكن أن تستفيد منه طبعا الإشكالية التي ربما أنت في كلامك أشارت إليها الحقيقي هو التعصب التعصب والتمحور وترتيب الولاء والبراء واحتفال الحقيقة وتصنيف الأحوال الخطر من أين يأتي هذا التعصب؟ من الاعتماد على نصوص ومقولات لشخصيات سابقة وهل يمكن حتى نحن الآن في عصرنا ما نختلف هل هذا يعني وجدت خلافات بسبب ظروف ملابسات عصرهم ممكننا نستفيد منها كتجربة ودراسة ومهارة نكتسبها يعني أنا دائما أمثل في حق العلوم الشرعية خاصة الفخ يعني بعد أن يتخرج الإنسان ويدرسها كمدرسة على أي مدرسة كانت لا بد أن يدخل عملية تطبيقية مثلا مثل الطب يدرس أربع سنوات باختلاف المدارس الطبية في الصين في أوروبا في أمريكا قد تختلف مناهجها وشخصياتها وجامعاتها ومؤسساتها وكذا لكن لا بد أن يمضي سنتين هذه السنة عملية تطبيقية أنا أعتقد التراث الفقه هذا بدل من أن الشخص بعدما يدرس تراثه فكريا نظرية يعني تخيل لو خرج الطبيب بس مجرد نظرية وما قام بفعل عملية تطبيق حتى يجيزها الأطباء في العملية الجراحية يعني عملية مارسة التطبيب لو يخرج من الجامعة مجرد يقول خلاص سيسيري مارسة طب طيب كم يعني يعني يتسبب في هلاك وأناس لها ما يدمرن فلا يابد أن يمر بتجربة ناس يقومون بعملية التمرين له ولو اختلفت أماكنهم أزمانهم طرائقهم في التعليم مؤسساتهم الذي خرجوا منها لكن في النهاية لا يابد أن يمر كذلك العلوم الشرعية يحتاج بعد دراستها وتمكن فيها دراسة نظرية تحتاج إلى أنك هذا التراث الفقهي تراث الفقهي تقوم عملية دراسة له وتقوم تفعل العمليات فيه يعني تجرب كيف أفتوا كيف خرجوا أشرعوا في التنزيل بحيث لا غلط أنت بتخطأ فيه نظري ما تجعل تخطأ بعدها في تنزيل أحكام شرعية تفعل كوارث في الحال طيب شيخ محمد الإقصاء أيضا هذا واحد مما ركز عليه المؤتمر وهو في الحقيقة دعنا نشر إلى أنه داء العصر ربما وسبب الصراع يتقابل مع هذا دول دعت إلى مؤتمرات لجمع المسلمين ووقعت في نفس الخطأ خطأ الإقصاء لعلي أتذكر المؤتمر الأخير الذي حصل في روسيا وكيف لروسيا أن تجمع المسلمين وأين دور العرب والمسلمين في جمع يعني مذاهبهم المختلفة هذه النقطة هي التي سيناقشها معك وأفصل أيضا الحديث نوعا ما حولها بعد أن نخرج إلى فاصل قصير مشاهدنا نعود من ثم ونكمل حوارنا مع ضيفنا هنا في الستوديو القاضي الدكتور محمد أحمد الوزير الوقشي أستاذ الفقه وأصوله في جامعة القرآن الكريم والعلومة الإسلامية في اليمن وعضو وفد بلادنا المشارك في مؤتمر الوحدة والسلام مؤتمر الوحدة الإسلامية ومخاطر التصنيف والإقصاء الذي انعقد في مكة المكرمة يبقى معنا مرحبا بكم مشاهدنا الكرام بعد هذا الفاصل القصير عدنا لنكمل حلقتنا وحوارنا حول موضوعنا مؤتمر الوحدة الإسلامية ومخاطر التصنيف والإقصاء مع ضيفي هنا العضو المشارك في مؤتمر القاضي الدكتور محمد أحمد الوزير الوقشي أستاذ الفقه وأصوله في جامعة القرآن الكريم والعلومة الإسلامية في اليمن جدد ترحبيب بك سعادة القاضي مرحبا في إطار حديثنا قبل الفاصل أشرنا إلى موضوع الإقصاء وهي واحدة من التي تناولها المفردات التي تناولها مؤتمر الوحدة الإسلامية في مكة مسألات الإقصاء يعني مسألة أيضا ممارسة وواقعية هناك دول أشرت إليها أنه حاولت تجمع المسلمين ووقعت أيضا في الإقصاء ما مخاطر الإقصاء وكيف يمكن تجاوز هذا الإشكال طبعا الإقصاء هو من العوائق الكبيرة والمخاطر التي تعيق بل وتمنع يعني من وجود الوحدة الإسلامية لأنه أنا لما يعني أجعل أنا نفسي المحور الارتكاز والمقيس عليه وأنت يعني أحاكمك إلي أنا أو ما يسمي بعضهم احتكار الحقيقة احتكار الحقيقة يعني هذا خطير يعني جدا ما يش مشكلة أنه يكون بهناك آراء لك أن ترى طبيعي أي إنسان يرى لكن لا بد أن نحتمل أنه قد يمكن أن يكون خطأ مثل ما مثل ما هي قاعدة الشافعية يعني رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب أنا لما أنطلق من هذا ستكون هناك ليونة وليونة ما يسميها الفقه في المتغيرات لا في الثوابت الأمور الثابتة الأمور العقدية وهذا مشترك الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار ربما القاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه وأعذر بعضنا فيما في مختلفنا في الجملة هذا مهم جدا أن يوجد إذا نحن دخلنا من هذه طبعا عن تجاوز مسألة مخاطر التصنيف الإقصاء أنني تخيل عندما تتجه دولة دولة كبرى إلى محاولة يعني إقصاء فصيل أو طائفة أو جماعة من الوظائف يعني لذي ماذا لخلافك الفكري لخلافك في الرأي طيب يا أخي ما دخل أنا مع وظيفتي أنا أمارس يعني في وظيفة لا علاقة لا بالمذاهب يعني أنا طبيب أنا حتى مثلا أنا كشخصي علمي عالم يعني يعني هل معقول حتى ولو كنت أنا في حزب أو في طائفة أو في جماعة هل معقول أن الآراء الفقهية والأفكار الأحكام الشرعية ستختلف لأنني يعني أنتسب إلى طائفة إلى جماعة إلى فرقة إلى فئة هل يعني الأحكام الفقهية ممكن تختلف باختلاف تصنيف مثلا اتجاهاتي الفكرية لا يعني مثلا الآراء الفقهية نفس الآراء الفقهية أصول المسألة الفقهية أصولي موجودة أصول العقادي موجودة يعني هل معقول مثلا أنت إذا كنت محسوب على طائفة مثلا في مسألة تتعلق بجانب العقاد هي نفسها هذا المسألة حتى ومختلف فيها مختلف فيها لا تأثير للاتجاه للاتجاه الفكري الاتجاه السياسي الاتجاه الفرق والطوائف والجماعات ما بش لها أي علاقة في النظر إلا الأحكام الشريحة طيب دكتور محمد أشرنا إلى أنه أنا أريد أيضا أن أنطلق من هذه النقطة القهد الذي بدلته روسيا لجمع المسلمين جمعت طوائف معينة على حساب طوائف معينة هذا غريب يعني أنت لما تطرح روسيا يعني هل معقول يعني روسيا يعني بغض النظر يعني أتكون حريصة على جمع المسلمين ووحدتهم طبعا هذا كلام غريب يعني أكيد أن الوحدة الإسلامية والمخاطر التي تتعلق بالتصنيف والإلغاء والأسباب والعوائق والهذا وجوب السعي لوحدة المسلمين هو واجب من واجبات الدول الإسلامية عموما ولذلك إذا اتفقوا الساسانة وأكد أنه ستتفق الآراء والمذاب أنا لاحظت حتى هذا من المؤتمر كانت الأطروحة واحدة وأوجوه متقاربة مع أن هناك طوائب مختلفة من الشرق بالنظر الفكري للغرب في إطار الكيان الإسلامي لكن لأن هناك الجهة السياسية جمعتهم جمعهم وحدد لهم مسار وبيمشوا فيه يعني في النهاية للأسف هناك استخدام يعني الدول لو أرادت أنت يعني وهذا هو واجب الدول وأكيد أن العلماء أهمية كبيرة جدا في التوعية في هذا الجانب ودعوة الناس للاجتماع لأنه تخيل واجب شرعي طبعا الأمة الإسلامية إذا لم تسر في هذا الجهة تأثم فأنا أظن من الواجبات الكبرى وهذا من الجزء من الواجب الذي قامت بالمملكة العربية السعودية ممثلة في خادمة الحرمين الشريفين سلمان عبد العزيز في عقد مثل هذا المؤتمر لكن في الحقيقة مثل السعودية يعني باعتبارها دولة مركزية موجود فيها الحرمين الشريفين الذي هي للأمة الإسلامية يعني هناك عوامل يرشحها أن تكون دولة يعني يناطبها من أعظم الواجبات يعني تكون في حقا عينية السعي وما هي الله من إمكانات الحرمين السعى الجغرافي الدولة المحورية أنها تجمع يعني هي قادرة بإمكاناتها وجغرافية وما فيها من الأمالك المقدسة أن تجمع الأمة الإسلامية هي قادرة لذلك لما اتجهت لاتحاد الإسلامي هذا حق العسكرية والتحالف العسكري يعني جمعت لها كذا كذا دولة يعني موجودة أعربي وإسلامية يعني هي لديها من قادرة يصبح الوجوب إذا كان وحدة الأمة الإسلامية واجبة على المسلمين كفرض كفائي واجبة على الدول يعني وزعماء الدول ورؤساءها وحكوماتها وحكوماتها بشكل أخص هي واجبة على المملكة العربية السعودية بشكل أخص الأخص وهي تتحمل مسؤوليتها بشكل كبير وهي شاركت حقيقي وهي تعمل لكن يعني أنا أظن أنه لم تصل إلى حد أنه يعني ما نقول أيش الكمال الكمال لكن مثلا وجود رابطة العالم الإسلامي وجود مثلا مؤسسة اقتصادية على مستوى إسلامي مفتي الدول ايه به نسبه يعني بعمل لكنه عمل بطيء وطبعا في أوضاع مثل هذا الأوضاع يعني التشتت والتشرذم والضعف الذي هو موجود بسبب التنازع ولا تنازعوا فتفشل وتذبريحكم الموجود وللأسف أنه عندما نتنازع احنا ونرجع يعني نكرر نفس مشكلة الطوائف والفرق الذي اختلفت في أسبانيا الذي يعني الأندلس وكيف كان يدعوا الوسيط النصراني يجي حل بينهم وبعدها في الأخير رجعوا تضرب الكل وسيطر النصارى على هذه وأخرج منها والسبعد وأخصي الإسلام بشكل ككل ولذلك هذا نحن نحمل مسؤولية كبيرة جدا خاصة كانت في إطار هذا المؤتمر أنه حتى هذه خرجت من ضمن الوصايا تشكيل منتديات تشكيل مؤسسات ومراكز تتعلق بجانب البحث والتوعية وممكن حتى تشكيل قنوات إعلامية يعني تدعو إلى المشتركات هذا إيجاب مثلا مراكز أبحاث لأجل دراسات تخصصية مثلا في جمع ما هو المتفق عليه يعني جملة بين عموم المسلمين والتوعية به أن يكون عامل أجتماع لها وغيرها يعني وغيرها من هذه الأفعال طيب دكتور محمد دعني أفرد الدقائق الأخيرة لورقة العمل التي قدمتها للمؤتمر مؤتمر الوحدة الإسلامية مخاطر التصنيف والإقصاء أسميت وعنونت هذه الورقة بالنهضة الإسلامية والتحديات السالبة لماذا اخترت هذا العنوان وكيف يمكن نتلخيصه في دقائق نعم الحقيقة طبعا المؤتمر من خلال العنوان من خلال العنوان قسم إلى أربع محاور قسم إلى أربع محاور كان منذ المحور الرابع المحور الرابع الذي أنا يعني طلب مني هم بحث في هذا بهذا العنوان بهذا العنوان فيه أربعة محاور تحت كل محور أو نقول يعني المحاور حقه أربع أوراق عمل أو خمس تصل إلى هذا فأنا كان المحور الأول يعني ورقة العمل الأولى من المحور الرابع كانت الذي يده هذا العنوان الذي النهضة الإسلامية والتحديات السالبة أنا سأختصر لأنه على أجل الوقت طبعا النهضة هي مأخوذ من مادة يعني نهضة يعني نهضة أو لو أشرتنا سريعا على العنوان التي قسمت فيها البحث طيب أنا أشير لي بس يعني أركز على التعاري فقط في المقدمة هذا مثلا النهضة يعني بمفهومها هي حركة إحياء التراث إثر كبوة بعد تدور حذاري سابق في كل المجالات فكريا وسياسيا واجتماعيا وصناعيا وغيرها كذلك التعريف أنا حاولت أنني مفهوم للنهضة الإسلامية لأن هذا مفهوم النهضة بشكل عام لكن النهضة الإسلامية هو انتفاضة الأمة الإسلامية بكل كياناتها القائمة للقيام بإحياء تراثها الفكري بما يحقق الخروج بها من حالة تركود والتخلف إلى أفق الريادة الحضارية والحضور الفاعل في العالم وفي كل مجالات الحياة طبعا هذا نهضة والنهضة الإسلامية بالنظر إلى العنوان طبعا تحديات سالبة طبعا بالتحديات الإيجابية الحياة كلها تحدي والسجابة لهذا التحدي وبسبب هذا التحدي توجد المفتكرات والمخترعات والذلك والحجم والاختراعات هذا التحديات توجدت أمام الإنسان لكن كانت تحديات إيجابية التحديات السالبة هي في الحقيقة تحديات إيجابية تراكمت أنا في وجهة نظري طبعا مشكلتهم عندما يأتيوا لمعالجة هذا التحدي يكون عامل عجز ليش؟ لأنه مركب من عدة تحديات فلما تجد حلم مرة كل واحدة دون أن تقسمه وتجز التحدي هذا إلى جزئيات وتعامل مع كل جزئية بإيجاد أسبابها وشروطها وإنتفاء موانعها بتجاوزها تستطيع أنك أن تتجاوزها لكن عندما ما تستطيعش دفع لك عاملية عجز وإعاقة هذه التحديات السالبة هذا يعني بمناسبة للعنوان وذكرت هنا أهم التحديات سأشير إليها وهي معنوانة الإنقسام بين الدول العربية الإسلامية طبعا هذا تحدي كبير واختلافها ملكية وجمهورية واختلاف نظمتها السياسية طبعا هذا تحدي لكن طبعا بالإمكان الآن مع تطور الفكر السياسي هذا حدث بعد سقوط الدولة العثمانية الجامعة فيعني لكن بالإمكان مثلا الآن مع تطور الفكر السياسي أنه مثلا الولايات يعني الكمفدرالية قد نسميها الجامعة العربية ومؤتمرها لنفعال الاتحاد أهم سمي الاشت هو صورة مختلفة في هذا أسه وتكون هناك دولة ويكون لها مجلس يعني إدارة وكل واحد يمكن تدار بطريقتها نموذج الأوروبي نموذج الإفريقي كلها نموذج موجودة نموذج موجودة ويمكن نحن نفعل نموذج جديد حتى الولايات المتحدة الأمريكية حتى دولة الإمارة حتى الدولة الإسلامية التي هي الأولى يعني تخيل كان يسموها أقاليم حتى نفسها يقول أقاليم إقليم الأندلس إقليم مصر إقليم الشام إقليم خرسان إقليم اليمن يعني أقاليم يعني وكانت الذي يأخذ الإقليم هذا يعتقد يكون دولة مستقلة يعني ويمشي فيها الأمور ويراجع مراجعة للشيء المركزي معايش الحاكم يعني بالإمكان لكن هذا طبعا من التحديات تحدي كبير كان قبله يعني أنا ذكرته وهم طبعا في ضمن المؤتمر تم حذفه يعني أنه بعضهم خاف أنه يفسر تفسير آخر وهو الصراع السياسي الصراع على السلطة طبعا الصراع على السلطة من أعظم التحديات في الانقسام يعني الآن في اليمن بغض النظر يعني من الصراع على السلطة كان من أسباب الأحدث يعني بغض النظر من هذا الباغي وهذا محق وهذا لكن في الحقيقة صراع سياسي يعني الصراعات السياسية وحب الناس التسلط وحب الناس إذا وصل واحد للكرسي لا يريد ما عادي يشري غادر إلى آخر هذا طبعا هو من أسباب هو يختلف ما بين الدول الجمهورية ودول الملكية لكل واحد قانونة لكن مع ذلك هذا الصراع طبعا بيأدي إلى شرذمة الدولة نحن ننشي نجمع الدول طبعا هذا التحدي كبير كذلك مثلا التنازع والصراع الحروب الأهلية خاصة الأذين قائمة طبعا الشروخ كبيرة جدا كبير تمنع من يعني الوحدة الإسلامية وينبغي أنه تقام هناك أبحاث ودراسات ومراكز لمعالجة وتقاد دول أيضا تقود عمليات وساطة محل هذه الإشكالات الاخرية ربما في الصومال وفي أثوبيا وفي جيبوتي نوع من الحلحلة هذا المطورة يعني هناك تجارب عالمية كثيرة جدا ممكن أن نحن يستفد منها إنما تخلص النيات وتوجد هناك إرادة وتوجد وراء الإرادة هذا يعني دول دول كبرى مثل السعودية مثل تركيا مثل بغض النظر بعد عني يعني دول كبيرة يعني تكون عامل من عوامل التقارب والدفع للاجتماع يعني الأمي والجهل طبعا من التحدية الكبيرة يعني سوء الفهم والضيقة العطن وعدم بعد الرؤية في هذا سواء على مستوى النخب أو على مستوى الناس هذا يجعل الذي يريد أن يفرخ لمصالحة دول أخرى لمصالحة تفرخ تأتي بسبب الجهل بسبب ضعف الفكر بسبب عدم الرؤية الواضحة بسبب عدم معرفة المخاطر المترتبة طبعا والأمية بمعناها الأوسع مش غير مجرد أمية القراءة أمية الفكر أمية الثقافة أمية الكمبيوتر أمية التكنولوجيا يعني إذا كاننا الآن نسبة كبيرة وفقا للإحصائيات التي موجودة في الدراسات والدوريات التي تصدر نسبة هائلة موجودة في الأمراء يعني ما قد صنعنا إذا جاوزنا أمية القراءة والكتاب في بعض الدول طيب كيف بغيرها يعني فهذا مشكلة كبيرة وتحتاج إلى معالجة الفقر والحاجة الغلو والعنف والتطرف والشدة والإرهاب وهذه واحدة من تعقيدة المشهد بلا شك من الإشكالات هذه موجودة والمشكلة هنا في هذه النقطة الغلو والتطرف والإرهاب والتطرف أنه حتى مثل هذه الأشياء تستخدم كذريعة حيانا سياسية لإقصاء طرف أو مهاجمة طرف أو ضرف طرف لا نصلش معك لا حل بالحوار ستكون النتيجة نوعش أدخل معك في عنف فهي وسيلة خطأ يعني هي تزيد الطيم بلة لا تعالج في الحقيقة فهذه مهمة جدا أنه مثلا يعني نحذر إحنا الله بيقول غير المغضوب عليهم والضالين ويقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ورد حديث ابن ماجة من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إياكم والغلو فإن الغلو أهلك من كان قبلكم يعني من أسباب الهلاك الشدة والعنف يعني مع أن الإسلام دين السماحة دين الرحمة دين اليسر إلى آخرة لكن لا شك طبعا مع مراعة الثوابت مراعة الأصول والقواعد مراعة المبادئ القيم الكبرى هذا لا بد أن تلاحظ إلى أجل حتى لا يكون هناك ميوع شديد تقديس الأشخاص والتقليد الأعماء طبعا هذا احتكار الحقيقة الانطلاق في الحوار من مواطن الخلاف للاتفاق هذا من الأخطاء التحديات الكبرى الذي ينبغي أن نحن دول منظمات هيئات جماعات مؤسسات أفكار أن تنطلق من هذا الاتجاه هذه تلخصات يعني تحاول أنه تبتعد يعني هذا التحديات معالجتها إذا نستطيع أن نتجاوزها فإننا سننطلق إن شاء الله إلى رؤية هذه مفردة البحث الرابع البحث الخامس دعنا نختم به ملامح مواجهات التحديات والمعوقات هذه أي نعم في ثلاث دقائق هي بمثابة توصيات الحقيقة ونافعتها في شكل مبحث ويمكن أنني يعني إذا أردنا علاجها بعض هذه التحديات لأنه صعب يعني العلاجها رغم أنه مشي كانت بموضوع يعني وصايا لأنه تحتاج إلى كلام أوسع وإحنا كان مطلوب من البحث في إطار 15 صفحة لكن أنا وصلت إلى هنا إلى ثلاثة يعني إلى قريب من ثلاثة صفحة فإحنا قد يعني توسعنا فيه لذلك اضطريت في المبحث الأخير هو وصايا في الحقيقة أشرت فيه إلى المعالم أو إلى ما استطيع أن نقول أيش عناوي لابد أن ننطلق في حواراتنا من المتفق عليه إلى المختلفين للاحكس هذا كأساس هذا شيء مهم لأنه إحنا نحتاج أن نتحاول نصل نتعد لابد نبدأ بما إحنا متفقين عليه ففي إطار المتفق عليه نعالج أيش المختلف فيه سنصل وسنصل فيه إلى حلول الثاني طبعا الثبات على الثوابت هناك ثوابت مشتركة رئيسة لأنه إذا الثوابت هذا أفقدناها طبعا بتفعلنا ميوعا لأنه إحنا نجد مثلا بعض الأحيان دعوات غريبة يعني حتى الثوابت يشتوي يلغوها ينصفوها تنصف إذا نصفت الثوابت يعني تم تميع الدين انتهى ولذلك شوف الإسلام أو التديم بشكل عام هناك ثوابت تحفظ الأساس وهناك مرونة في أعيش المتغيرات بس الإشكالية الكبيرة الموجودة أنه نوسع دائرة الثوابت على حساب المتغيرة هي متغيرة ونغلى ثابت خير حتى تصل أنه يجعل مسألة المسح على الخفين من العقيدة موجود من ضم مفردات العقيدة الطحاوية صح أني مميزة لفرقة فنفا لكني تدرس في العقيدة هي فقهية يعني مسألة فقهية جدا نقول ونعتقد أن المسح على الخفين طمع عندها فالعقيدة هذا عجيب يعني من العجاب ولا مسألة الخوف في تفضيل الصحابة وأن الأفضل بعد فلان ثم فلان طيب هذا ما وأنها جزء من العقيدة أصبع حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس بن متى هل معقول الرسول ينهى عن عقيدة مع أننا نعتقد أو في الواقع نقول محمد أفضل الرسل لكن هنا هاهم ها وعندما ذلك الصحابة ذي قال والذي فضل موسى على البشر فقال لطمى الصحابة الآخر قال تقول هذا ومحمد رسول الخاتم النبي بيننا فجاء الله عند النبي قال لا تفضلوني على موسى فلعله يبعث يعني قيوم القيامة يعني يبعث الناس وهو يعني آخذهم بعنان العرش قصتي سريعا دام ايه ختاما طيب كذلك ايش اذا المراعاة الثوابت والاتساع في المتغيرات لا نتعدى بأصول علم في التطبيق علم آخر ننزل قواعد العقيدة على قواعد الفقه نفعل ولا أبراء ولا أبراء في مساء العقيدة لا في مساء الفقه الحديث الرجال رجالا ننزلها على السير والتاريخ ولا القواعد علوم قواعد علوم ننزلها على قواعد علوم أخرى وضع مناهج للأمة تنطلق من الكليات إلى الجزئيات به مشكلة أننا ننطلق من الجزئيات إلى الكليات لا نفعل الكليات وننطلق منها والمناهج في غاية الأهم وهي من ضمنها مفردة العاشر يعني وضعنا النظرة إلى أفق التكامل للتضاد يعني لماذا ننظر إلى كل طرف طرف أنه مضطلي ليش ما أكون بخدم في هذا الجانب الذي أنا مقصر فيه وأحاول أتكامل أش هذا في الجماعة الإسلامية وغيرها وحتى في المذاهب وفي غيرها إيجاد آليات لبين حكم الشرع في أمور الحياة تتناسب مع العالم المتسارع تخيل يعني الآن المؤتمرات يعني مثلا أو المجامعة الفخية ينعقد كل مدريه كم سنة طيب كل يوم مسائل متسارعة تخيل يعني بعض المسائل مكثوا فيها مثلا في حق الأطفال الأنابيب يعني دورب بعد دورب يعني طيب الناس قد مشوا وقد تجاوزوا وقد لم عجر سنة وعندك بتناقشها قد هم الآن عند التلقيح والتبادل ومفروض يقول هناك جهات مراكز كذا تراعي أوضع وتجد حلول لهذا تحويل النظريات إلى آليات مقيسة قابل التنفيذ لا يجلس النظر تقرير أن النص الصحيح لا يعارض العقل الظن الحسن بالعلماء المجتهدين وبأصوص للمنهجية الوسط في الفكري والسير قضي دكتور بحثك هذا بإذن الله تعالى ينزل عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الإنترنت وPDF أو غيرها من الصيغة أو يطبع على شكل كتاب لمن أراد أيضا وهناك دراسات وكتابات حقيقية قدمت في المؤتمر إن شاء الله أنهم يفعلوا فيها إصدارات من إصدارات الرابطة يعني تجمع ككتاب المفروض أن المتخصصون يهتموا بمثل هذا الجانب ويكون لهم طالعات ودراسات القضي الدكتور محمد أحمد الوزير الوقشي أستاذ الفقه وأصوله في جامعة القرآن الكريم والعلم الإسلامية في اليمن وعضو وفد بلادنا المشارك في مؤتمر الوحدة الإسلامية ومخاطر التصنيف والإقصاء سعدنا بك اليوم شكرا جزيلا لك سعد القاضي الله يسألوك شكرا لكم مشاهدين الكرام على المتابعة وصلنا إلى الختام تحية لكم نستودعكم الله شكرا